يعتبر سر الزواج من أهم الأسرار المهمة في بناء المجتمع المسيحي ويعرف في كل الطوائف المسيحية بأنه شركة الروح القدس ما بين الرجل والمرأة كما يقول المسيح عليه السلام ويكونان الاثنان جسدا واحدا طبعا إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد ولكن تكاليف الزواج أصبحت أهم لعباء التي ترهق كاهل شباب الفلسطيني بشكل عام مؤخرا لكن حديثنا هنا سيذهب نحو طقوس ومرأسم الزفاف لدى الفلسطينيين المسيحيين من الألف إلى الياء وما تحمله من متعة وخصوصية نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع الأرشمدريت الياس عواد الرئيس الروحي لكنيسة دير تجل الرب في رمالة واليباء إساة صباحك صباح الخير يعطيك ألف عافية يعني بداية أبونا خلينا نعرف كما قلت في المقدمة يسر الزواج ومن أهم الأسرار الكنسية في جميع طوائف المسيحية خلينا نعرف الناس عن سر الزواج المسيحي طبعا في البداية نحب نعرف عن سر الزواج المسيحي أنه سر مقدس ولربما يكون أنه كمان أعظم الأسرار مثل ما بيقول بولوس الرسول في الإنجيل المقدس هذا السر العظيم ليش هذا السر العظيم؟ لأنه كيف الله خلق آدم وحواء وبعد ذلك يعني وجدت البشرية من آدم وحواء كمان الإنسان بسر الزواج بيساهم في الخلق بما معنى يعني عند الإنجاب الأطفال بيكملوا خليقة الله فعشان هيك بولوس الرسول سماه هذا السر العظيم وهو سر مقدس بما معنى بيكونوا اثنين ولكن عندما يدخلوا الكنيسة ويشاركوا في سر الزواج وبنعمة الروح القدس وبقداسة الكنيسة وصلوات الكنيسة يتحدوا الاثنين ويصبحوا جسد واحد عشان هيك لازم كل إنسان يحب الآخر كنفسه وما يتمنى لنفسه يتمنى لشريك حياته لأنهم الاثنين جسد واحد وأظنني ولا واحد بيقبل أي عضو من أعضاء جسده أن يتألم أو أن ينزف دم أو أن يتوجع فهكذا يجب عليه أن يشعر مع الشريك الآخر أن يشعر كما يشعر لنفسه أن لا يجعل الشريك الآخر يتألم يتوجع يشعر بالحزن وبهاي الحياة المقدسة بهاي الشراكة بنعمة الروح القدس يصبحان جسداً واحداً يعني مش لازم طرف من الطرفين بس يفكر في نفسه لازم يفكر بالاثنين لأنهم جسد واحد نعم يعني أبونا كيف رأي الكنيسة بتكاليف الباهدة اللي منشوفها آخر فترة في الأعراس وخصوصاً اللي بتفرضها أهل الفتاة أو أهل العروس لما بيتقدم الشاب لخطبتها بيفرضوا مطالبهم خليحكي أشعركم بهاي التكاليف الباهدة يعني بصراحة اليوم مشكلة كبيرة عشان هيك بنشوف في الكنيسة في تراجع في إقدام الشباب على الزواج يعني السنة هاي السنة الماضية 2018 عملنا في الكنيسة نصف الأكليل اللي عملناهم في الـ 2017 وهذا تراجع كبير وانا حكيتها في الكنيسة بسبب التكاليف التكاليف لا تأتي من أهل العروس أو أهل العريس عنا مشكلة تانية في هذا الموضوع انه حسب العادات والتقاليد وكل واحد في مناسبته بده يبين انه عمل أكتر وانه احترم أكتر الناس وزود أكتر بروح بضيف فتصبح عادة وعندما تصبح عادة يتمثل الآخرين بها ويزيدوا عليها وهاي مشكلة اليوم عشان الشاب يتزوج بقعد يحسب مليون حساب ففي الأخير بيشوف انه غير قادر لهاي المصاريف فبتأخر عن الزواج وهذا طرف طرف التاني اليوم البنات كتير من البنات بطلبوا شغلات كتير بدي زي صاحبتي وبيدي زي بنت عمي وبيدي زي بنت خالتي وهي مش أحسن مني وما بتطلعوا للأسف انه يبنوا أسرة مؤمنة أسرة مبنية على أسس صالحة وأنه يكون بينهم تفاهم وللأسف اليوم يعني بديش قبالة نصف اللي بتزوج وبيصير عندهم مشاكل بعد سنة وسايبينا من الكلام اللي بيصير قبل العرس بحبك وبتحبني وانت كل حياتي وانا ضحيت عشانك هذا الكلام كله بعد ستة شهر من العرس بتبخر بروح بعد شهر انت كذبت علي وانت ما عملت الليش وانت غدرتني وانت سويت وانت بتفضل وانت 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 لأنه ما بفهم وانه الزواج تضحية الزواج صبر الزواج بناء بيت صالح ولازم مرة نتراجع مرة نقدم مرة نطلب مرة نتنازل عن طلبنا نتفهم الآخر نشعر مع الآخر يعني كتير مرات واحد من الاثنين بيكون في البيت عنده مشاكل نفسية عنده مشاكل عصبية متدايق من اشي الطرف التاني ما بشعر معه ما بتفهم مشكلته وهي بتصير فهناك ببلش النزاع لأنهم ما فكروا بالحياة الزوجية والبيت الصالح أن يبنى بطريقة صحيحة بطريقة مثل معلمتنا الكنيسة والإنجيل المقدس لأنه إحنا بدنا نبني بيت بدنا نربي أولاد بدنا نشارك في هالمجتمع ويتكون هاي أسرة صالحة هلا شو صرفنا ويبنى أن نروح رحل شو شرالي مش شرالي هاي شغلات ثنائية هاي لا بتزيد ولا بتنقص بالعكس بتعمل مشاكل يعني أبونا خلال نحكي شوي من مرحلة الخطوبة حتى في الخطبة نفسها هو أساس الخطبة اللي هي زمان كان ييجي يخطوف يعني الخطبة كانت تكون في البيت بتكون تكاليفة لها بس الحلو أو الكيكي يعني عشان يحلوا الناس هلا عم نلاحظ انه صارت تكاليف الخطبة هي نفس تكاليفة العرس نعم بذلك إنه عرس تاني بالظبط هي بس بتكون لابس الأبيض الفرق يعني وهو لابس البدلة العرس يعني فكمان وعشان كمان إن نوضح للناس إنه كمان في المسيحي ما في طلاق فقديش كمان مهم من مرحلة الخطبة حتى قبل الخطبة إنه يكون اتنين متأكدين إنه هم مناسبين لبعض عشان ما يكتشفوا بعد الخطبة أو خلال الخطبة بعد بنكونوا صرفين كتير من المصاريف والتكاليف إنه هم يطلعوا مش مناسبين لبعض ويصيروا بدهم يفلطوا أو يتركوا يعني يعني إحنا المزبوط عندنا الخطبة في الكنيسة مرحلة تعارف ومش لازم تكون أقل من ستة أشهر لازم تكون أكتر من ستة أشهر لو أعدد سنة وسنة ونوص مش مشكلة بحسب اليوم محطيات الاجتماعية والظروف الاجتماعية خليهم يفهم بعض أكتر فللأسف زي ما حكت الأخت في الخطبة بصير عرص تاني نفس التكاليف اللي بتصير في العرص فهي جريمة لأن الخطبة في الأساس لا شيء فقط بركة من دركهم يقعدوا هلا يتفاهموا بعض يستوعبوا بعض يتعرفوا على بعض يقعدوا يفكروا من هلا في الأسرة والبيت اللي بدهم يبنوا وكيف بدهم يتعاونوا مع بعض عشان يبنوا أسرة عشان يربوا أولاد صالحين وكيف بدنا نبني أسرة والرب أولاد صالحين ولكن للأسف في فترة الخطبة ولا واحد من الطرفين بنتبه لهذه الشغلة بس بتطلعوا شو منا نعمل في العرص وشو فسطان منا نلبس وشو منا نقدم في العشا نقدم مشروب ولا لا مين منا نعزم وهذا كله شو بده يفيد هذا كله أيامه ساعاته لحظاته بيروح ولكن ما بقعدوا يتعرفوا على بعض ويفكروا مع بعض كيف ننبني هلا الأسرة كيف نربي لأولاد كيف ننسكن كيف نتعامل مع بعضنا البعض كيف بدنا ربنا يبارك هذه الأسرة وربنا يساعدنا ويباركنا في تربية الأولاد طبعا إحنا ما عندنا طلاق ولكن إحنا ككنيسة أورتدوكسية مرات منضطر يعني نتخذ قرار الطلاق لضعف الناس وحتى ما يتوجهوا لأنهم بيضلوا منفصلين عن بعض سنين وكل أحد في بيت أهله وما بتفكوا حتى ما يتوجهوا لشغلات تانية لأنه بشر وما بيقدروا يتحملوا بلاش يروحوا للزنا ولا يتعرفوا واللفوا الدوران فمنضطر أنه نتنازل مع أنه ربنا ضد هذا الكلام ونعطيهم قرار طلاق وزواج تاني يشوفوا حياتهم مع شخص تاني فهم كيف ولكن إحنا ككنيسة في البداية من نبه أنه في فترة الخطوفة تعرفوا على بعض يحبوا بعض يتفاهموا مع بعض حتى ما يجي بعد الإكليل لقرار الطلاق والانفصال لأنه هذا شيء بغضب ربنا وهذا شيء غير صالح لأنه بفسد المجتمع يعني اليوم أنا صريح معاكم اليوم كل الأزواج وكل الأكلين اللي بتصير بعدها ما بصمدوا ستتشار بتصير بينهم مشاكل ليش؟ لأنه في البداية ما فكروا في البيت الصالح والتفاهم ويحبوا بعضهم بعض يتفاهم مع بعضهم بعض كل اللي بفكروا فيه شغلات شو بتلبس وين بتسكن أو شو سيارة وبيدي أشتري وكل الأمور هاي وشو بدها تفيدهم طيب اشتريتوا بيتي كويس واشتريتوا سيارة أحدث نوع شايفة كيف وكان البستوا ملابس وسويتوا مش عارفين تتفاهم مع بعض شو فاتكوا كل هذا إذا مش عارفين تتفاهموا مع بعض إذا أنتوا في البيت كل واحد في طريق وفي كل واحد في ناحية كيف بتكوا تربوا أولادكوا بكرة لأن الأولاد زي ما بقولوها في العامة بتشربوا من الأهل لما أولادكوا بيشوفوكوا دايما تتنازعوا وبتصرخوا ع بعض وبتقاتلوا بعض ما هذا الشيء بنزرع داخلهم بتصير عندهم شخصية سلبية وهذا الشيء بيضل في فكرهم وبابنوا أبناءهم على أفكار سلبية ونفسية سلبية عصبية طبعا الولد زي الشجرة الصغيرة زي ما بيننا صح خلص لما يكبر تقدريش تغيريه وبكرة هدول الأبناء بيعملوا نفس الشيء مع أزواجهم مع أبناءهم في البيت صحيح هيك احنا بنعمل جريمة في المجتمع ما بنصلح المجتمع ما من ربي أسر وعائلات في المجتمع صالحة بل مشاكل نزاعات مشاكل نفسية وفي النهاية تعال حلها صحيح نعم يعني أبونا كمان غير تكاليف الخطبة والعرس فيه تكاليف تاني كمان زي مثلا كتير بيعملوا حفلات شوار أو توديع العزوبية وحفلات الفراد وكل هاي الحفلات اللي برضو بتكلف فخليني نحكي كمان عن هذا الموضوع يعني بقولك كل مرة بزيد شيء الشوار للبنة و للولد حفلة هون وعشة هون في العشة بزيد هاي الشغلات كلها لازم احنا اليوم في كنايس رمالله المزبوط اعملنا خطوة جيدة في السابق لغينا لقمة الرحمة في العزة في الجنازات هاي كانت مكلفة اتكلف للواحد يعني كان في مثل يقولوه فوق موته وخراب بيوت يعني بيموت فجأة ومنحزن عليه ومنتقطع عليه وكمان بندفع 30-40 ألف شكل لقمة رحمة وتكاليف الجنازة شايفة كيف فمنحاول نختصر من هاي العداد ولكن يعني اقول معاك صريح حالا بجوز يسمعوني على الهوى في عائلات كتير ضد طب انت معك مصاري معك ملايين طب فكر في المعشة انت عشان عندك ملايين طب عندك ملايين يا سيدة وبتقدر تعمل فكر في مشاكل أبنائك بعد ذلك هي بس المصاري وهل مصاريك بتعرف تحل بعدين مشاكلهم مهما عملت لهم ولكن لازم احنا اليوم في مجتمعنا المسيحي نيجي ونختصر عداد كثيرة نختصر صهرة الخطبة نختصر الخطبة تصير على شيء ضيق في البيت نختصر الشوار والتكاليف والمصاريف ونتطلع اليوم لشغلة أساسية انه نبني هدول الاتنين يتعرفوا على بعض ومبعض يحبوا بعض ومبعض ونفهمهم كيف يبنوا أسرة سليمة مؤمنة يعني ذو قيم اجتماعية صالحة حتى يعرفوا يبنوا البيت والمصاري ش بدها تفيد بعد ذلك تقدر تحل المشكلة المصاري ولا بتحل ولا شيء وبعدين منقعد في النهاية ونتحصر وليش ورقدوا وبعدين فيه شغلات تانية يعني للأسف وهذا الشيء يعني أنا جديد كشفته بيروحوا لفتحين الفنجين وبروحوا للحجبين وبروحوا لأهيك شغلات شعوذات عشان يحلوا مشكلهم صحيح إذا أنت ما بتتفهم شو المشكلة دكش تتنازل وتفهم غلطك وتقول أنا غلطت بدي أتنازل وأتواضع من هلأ أبدأ أحل المشكلة ولا حدا بقدر يساعدك لأن الشيطان مسيطر صحيح وإنت بتعطي قوة للشيطان يكبر أكتر وأكتر هذا اللي بيصير طب أبونا بتعتقد أنه تكليف الزواج هاي المكلفة أدت إلى أنه بعض الشباب عم بيهاجوا بعض الشباب عم يؤدوا إلى خلينا نحكي نوع من الانحراف أو في ناس ما بتجوزوا هل هذا كله نتيجة تكليف الزواج؟ وفيه شغلة جديدة بقولولي عملنا رحلة على أوكرانيا خلينا نتزوج أهرانيات عشان عملنا رحلة على روسيا اتصل في جمعيات وكنائز غاد جيب لنا قروبات خليتجوز دعطيكي مثل صغير أنا في الصفية هاي رحت عاليونان وشاركت في عرص لصديق إلي شايف كيف كلف العرص تلت تلاف يورو كله كله على بعضه اه وحطيته على صفحتي على الفيسبوك يعني ما يعادل ما يعادل تقريبا خمستاشر ألف شكل تقريبا هاي الحدود يعني كله كله العشا والملابئ كل شي كل شي كل شي أنا أعدت معه وكتبت بالورقة والألم قلت له بدي حط على صفحتي وصورتهم وحطيته وكتبت على صفحتي على الفيسبوك شايف كيف لأنه إذا العالم أدرك بهاي أنها مصاريف فارطة وما بتفيد وأنه أهم شيء نعطي أهمية للزواج المقدس إذا إحنا لسه بدناش نتفهم هاي الشغلات خليهم وظلوا يقولوا عنا العالم الثالث اليوم إحنا لازم نتراجع ونتنازل عن شغلات كتيرة وخاصة هاي المصاريف ونتطلع نبني الأسرة أسرة صالحة مؤمنة تستمر اليوم كلهم عندهم مشاكل مش عارفين يتفهم مع بعض طب شو استفدنا من العشاء والحفلة اللي كلفت كذا ألف وبتفاخروا في المجتمع أنا إكليل ابني كلف هالكد أنا جبت لمرت ابني دهب هالكد طب وبعدين شو فادك الدهب والإكليل والملابس والصهرة والأكل والشرب مش عارفين يتفهم مع بعض هاي المدوم روح يتطلقوا وشو استفدنا صحيح هي الشغلة بس إنه نتفاخر ونعلن في أرقام خيالية وشو بدك تقعد طول عمرك تتحصر وتتألم على مشاكل نفسه بقعده كمان فينا صفة كمان المشكلة الأكبر إنه اوكي المعوم مصاري بيعمل هاي الأشياء صفة اللي مش قادر إنه يعمل بتراجع بتضيق يأخذ قروض عشان يقدر يعمل نفس المستوى اللي عم بيعملون ناس التانيين وما يكونش أقل منهم يعني أعطيكي ما فلزفين فبضطر قضي طول حياته عم بيسد في هاي اللي ديون في عندي واحد من الرعية كلفته خطبته تلاتين ألف شكل وأخذهم دين من البنك شايف كيف وما زبطتش الخطبة هو ترك وفي عادات إنه اللي بترك هو المخاسر عليه وشغلات بد يخطب كمان مرة دعوه ديداين كمان تلاتين خمسة و تلاتين ألف صفة عنده قبل ما يتزوج ستين ألف قبل ما يتزوج عنده ما يقارب ستين ألف شكل ديون على البنك هذا كيف بدي يتزوج ليش إحنا يعني ندمر المجتمع اليوم طب أبونا كيف الكنيسة تقوم بمحاربة هذه الدواهر يعني حكيت إنه الكنيسة بالإرشاد والكلام لهذا وأحيانا بيقوموا علينا وأحيانا مثلا يعني إحنا عشان نعمل لقمة الرحمة كتير ناس قاموا علينا ومين هدول اللي بيقرروا ما بتيجي عوامل تانية ومين هدول اللي عاملين زعمة في البلد طب إحنا شاعرين مع الناس إحنا كل المشاكل بتصمف في الكنيسة الناس ما بيتأمل لبعضها البعض بتيجي كل المشاكل الرعية بتصمف في الكنيسة فإحنا عنا علم شو المشاكل وشو التكاليف فعشان من هذا المنطلق إحنا مننصح وإحنا لا مخاتير ولا وزراء ولا محافظين ولا إشي عشان مشاكل منعنيها مننصح الناس ومنقولهم يا عمي اتراجع عن هاي الشغلات في مشاكل كتير من ورا هاي الشغلات بس بطلعوا ناس وقولك مين هدول وعملين علينا مسؤولين وعملين علينا مخاتير ومين اللي بيقرروا في البلد طب تعحل المشكلة مين اللي بيقرروا في البلد تعال يا أخوي اعمل لجنة إصلاح أنت يا مؤسسة ولا أنت يا جمعية ولا أنت يا شخصية اعتبارية في البلد ويا وجهاء العائلات تعالوا اعملوا لجنة إصلاح وكأي مشكلة بتجينا منحولها عليك وكعدوا عالجوا طب هلأ أبونا في سؤال ممكن هيك حكيت عن لقمة الرحمة اللي هي في المراحم ولكن في كتير من الناس إذا أنت مثلا ما بنا نعمل لقمة الرحمة صار يفتشوا على قاعات أنه يقبلوا أو يتجهوا لكنائس تاني فهل هذا ممكن يؤدي أنه الكنيسة دائما بتحاول تتقرب الناس من الكنيسة وترجعها للكنيسة وترجعها للصلاة فهل هذا ممكن يبعدها هل أنتوا كيف ممكن تحلوا في هذه المشكلة تحديدا يعني إذا تحكوا شوف لقمة الرحمة ضبطت لأنه بس بعملوا في قاعات الكنيس وأخذت الكنيس قرار وانتهى الموضوع ما بقدروا يروحوا على قاعة تانية لأنه كمان بتكلف أكتر وأكتر بحكي هذا مثال قصدي مثلا لو ديجوا تطبقوا هذا موضوع على الزواج على الخطب على الخطب تحديده الخطب شوي صعبة ليش لأنه بيجوا مثلا بخطبوا في الكنيسة أو في البيت بعدين بيكونوا حاجزين القاعة الإفلانية لأنه حفلات الخطب ما بيعملوها في قاعات الكنيس بيعملوها في القاعات الكبيرة عشان بيكون في معزين الكبير لأنه ما شاء الله بيعزموا أكتر من 300 و350 يعني كانوا في السابق يعملوا حفلات الخطب في بعض قاعات زي النادي الأرتوديكسي وزي قاعة البروتوستانت الكنيسة الأسقفية هنا في رمالة هلا بطلت القاعات هاي تكفيهم صار يروحوا على الموفين بيك وصار يروحوا على قاعات كبيرة ابتوسع 500 و400 شايفكي يعني بدام إحنا ما نتطور ونعالج مشاكل نتراجع من زيد مشاكل هاي شوي صعبة علينا يعني لازم الناس في الآخر تفهم وهو الواعي وتشترك معنا وتتعاون معنا ونلغيها خلينا نحكي يا أبونا يعني الحل برأيك هل إنه إذا الحدا بلش من عنده عم بعمل بيعرس بسيط بتكاليف بسيطة بتبلش الناس تعمل نفسه ولا في حلول تاني ممكن نلجأ لها المشكلة هون بيخجنون بعضهم البعض مين دي بلش بيخافوا إنه يعايروهم يصيروا يحكوا عليهم في المجتمع ويحكوا علي شو يعني شايفكي هم حكين عليهم يعني بدأقولك شغلة واحدة عملوا كثير وعملوا قليل إذا بكرة عملت هنا واختصرت بدأوا يصيروا يحكوا علي الناس وبخيلوا وبدوش يكره وبخيلوا شاك ورحنا شو بدنا في كلام الناس كلام الناس بيدمر بيوت كلام الناس بأخر ما بيقدم إذا بنا نطلع على كلام الناس ونظل يحسب إحساب للناس شو بدأت يعمل عمرنا ما منعيش عمرنا ما منعمل إيش يعني أنا شخصيا لو بدأتطلع على كلام الناس شو بنحكى من أبناء رعيتي لازم يعني أخذ شنت وروح أهاجر ع بلد بعيدة على أستراليا ولا كندا في حكي وفي كلام شايفكي فهذا ما بينتيج يعني في مثل صغير تعرفي الحطاب اللي كان كل يوم يروح يجيب الحطاب على قريته على بيته وكان يمرء من إحدى المقاهي يوم كيف جارها الحمار ومحمل عليه الحطاب في الأخير شو سوى الزلمة من الكتر مزي هيك حمل الحمار وحمل الحطاب ورجع للبلد هيك بدأت بسمع مع كلام الناس بنجن في الأخير بطل يحمل إشي بنجن كمان نرجع لنا النقطة أنه ممكن العدات والتقاليد اللي هي عم بتأثر ما كانت زمان هاي العدات والتقاليد الخطب كانت مختصرة في البيوت والتكاليف محدودة بس هالأمرات مثلا مش بس البنت عم تطلب ممكن يكون فينا ضغط من البيت إنه بدي تكوني أنتي أحلى هذا شيء أساسي الأم بتلعب دور هون آه والصاحبات وترضيش وطلبي هيك وبدنا هيك وبصيرش ورخص فيكي ومجابلكيش ممكن يكونوا صحيح ممكن يكونوا الأزواج هم موافقين على التكاليفات بس الأهالي اللي ما بيقبل هاي مظبوطة هاي واقع هاي بتصير الأهالي اللي إذا لما دخلوا بدخلوا على الخط بدمروا فما بتطلعوا كمان الأهالي تعالوا نحببهم مع بعضهم بعض خليموا يتفاهموا يتعلموا شغلات يفهموا بعض منصير نهتم شو جابلها وين بدوا يوديها وشو شطرالها ما بتطلعوا كيف بنتي بدأ تعيش معه أفهمها ورشدها أختر لها الزوج الصالح اللي تعرف يتعيش معه وبكرة يربوا أولادهم ويتفاهموا وتعيش عيشة صالحة شايف كيف بتطلعوا شو جابلها وشو ما جابلهاش وقصر فيها ومقصر كيف الكنيسة تقوم بيتوعية نعرف أنه قبل الزواج بيكون فيه زي محاضرات تويب بين الأزواج على ما هو قادم يعني شان يكون متأكدين إنه انت يعني إنه بقدروا يفلتوا في الخطبة أو يتركوا في الخطبة عشان ما يتطروا يدخلوا في مشاكل وطلاء ومشطلاء وبهذا الحكي يعني إحنا قبل الزواج بنعملهم دروس إرشاد يعني بيجوا على الكنيسة بنقعد محب إجباري هاي الدروس صحيح ما بيزبط ومارات بصير تطلع على الساعة وانت بتطلع وشو هذا بيحكي كاعد إليه ساعة الله يعينه أبونا يعكوب عندنا في الكنيسة هل يعني ماشي في الشغلة هاي بيجننوه بصيروا بدأما يحترموه يسمعوا كلامه ويضحوا ساعتين من وقتهم يسمعوا من أب روحي بيرشدهم لمصلحتهم بصيروا يتطلعوا على الساعة وينفقوا يتطلعوا على الصدوح على الحيط وعلى السقف الكنيسة وعلى هذا وانت بدو يخلص اقعد افهم شو بيحكي معك اقعد استوعد للمرات بتكون رسائل من ربنا لمصلحتك ولحياتك الزوجية ولبيتك شايف كيف أما الساعتين هدول بصير يتفتف من وراهم وينفق بس تصير معه مشكلة بصير هلا بدي أجيك وبقعد في الأربع وخمس ساعات يشرح ويقول صار هيك وانا سويت هاي مشكلة في المجتمع المظموط شو رسالتك أبونا في هذا اللقاء يعني أهم شيء في الزواج نتطلع أنه يكون زواج مقدس يكون تفاهم بين الشخصين ينبنى على الإيمان المسيحي وما نتطلع على الحيثيات المال إلى هنا يعني فايدة المصاريف والحفلات ونختصر اليوم من الخطب من الصهرات من التكاليف عشان نعطي مجال للشباب يتقدموا لسر الزواج وما يكونوا مديونين ويظل يعني يفكر كيف بدي يسد الدين ومهموم وهذا الهم والتفكير بيخلق مشاكل في البيت أنت بسببك صار عندي ديون هالكدة وانت عشان مطالبك أنا تورطت في ديون هالكدة وانت عشان فيهم تكير وهذا كمان سبب مشاكل طب في سؤال قبل ما ننهي اللي هو ليش باعتقادك في يعني نيجي نقارن بين زمان وبين اليوم نلاقي في بعض التواقف المسيحية عم بيهاجروا لبرى البلد ايش باعتقادك هذا السبب من ايش منتك كليف العرص كتير اليوم شباب بتطلع يزوج من بره لان العراس بره بتكلفش شايف كيف ها ومن الي ديون مرات بتصير عليهم بقول لك اطلع عشتغل بره ألاقي شغل بره أقدر أسد ديوني أو أقدر أعيش هون بقدر شاهيش هذا سبب أساسي وموضوع طويل اللي ممكن نناقشه في حلقة تانية انه فيه أسباب مش فقط الزواج يعني كمان أكيد زي ما قلت وكمان الظروف العمل بطالة في المجتمع فكل هاي اليوم يعني هذا كمان زي بتكون تحكو فيه ونحكي فيه في موضوع تاني اليوم لازم اتنين يشتغلوا عشان يراب ولادهم وليوم المصاريف ما بتكفي معاشاتهم صحيح لانه اليوم كمان احنا أصبحنا كيف السيستم في أمريكا بتشتغل خمسة يام عشان تصرف يوم سبط حد هذا اللي بيصير شكرا الارش مدريت الياس عواد الرئيس الروحي لكانيسة دير تجليق الرب في رامالله واللواء يعطيكو ألف عفة شكرا لكم ننتقل لفاصل وبعدها رح نكون مع سيليش تونز بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة